أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان وتبعه على ذلك ابن أبي العز في شرح هيعى الطحوية من أن الخلاف بين أهل السنة والجماعة ومرجئة الفقهة خلاف اللفظي هل هو راجع لابتداع وأرجو التفصيل في ذلك ما قرر شيخ الإسلام هذا الشيء ما قال من الخلاف اللفظي هم يكذبون على شيخ الإسلام ما هو الخلاف اللفظي الخلاف حقيقي وإنما قالوا إن هؤلاء أقرب فرق المرجع إلى أهل السنة ولا قالوا إنهم نهل السنة يعني مئة بالمئة عندهم شيء من المخالفة فليس الخلاف اللفظي وأما كلام بالعز رحمه الله كم تعرفون أن أبا العز حنفي أنه حنفي وقد أخطأ في أنه يسمي هذا خلاف لفظي لأنه متأثر بمذهب الحنفية أسامحه الله وعفى عنه لكن هذا خطأ نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة